قاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السلساء مسيرة في كاراكس لتكريم محاولة الرئيس السابق وتشافيزي الإنقلابية في عام 1992 ووصل مادورو إلى وسط العاصمة قبل السادسة صباحا حيث كان يحتشد آلاف العسكريين وقادت المسيرة بعدها إلى سكنة نامونطايا العسكرية التي قاد منها تشافيزي الإنقلاب آنازاك وشارك في الصفوف الأولى بالمسيرة السيدة الأولى سيلسا فلوريس ونائبة الرئيس دلسي رودريجز ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو ووزير الإعلام خورخ رودريجز ورئيس الجمعية الوطنية التأسيسية ديو سدادو كابايو وردد المشاركون في المسيرة ختافات مؤيدة لما تسمى بالصورة البولفارية والتمرد العسكري الذي قتل فيه قبل 28 عاما نحو 32 شخصا واحتفظ حينها الرئيس كارلوس أندريس بيريز بالسلطة ومجرد دخول استقناء القمادورو خطابا أشار فيه إلى المحاولات الإنقلابية ووصفها بأنها عمل كبير حز العالم ضد صندوق النقد الدولي وأن ذلك التاريخ قسمت تاريخ نصفين حيث بدأ ذلك اليوم تاريخ جديد من البناء لوطن جديد